اشتركوا في القناة 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 ورح يقول لك هنا إيش والمجال اللي أنت تشتغل فيه تختار مجالك بعد كده تضغط Next طيب هنا رح يطلب منك أنك تدخل اسم والاسم هذا رح يتحول إلى رابط في الموقع موجودة فيه جميع أعمالك طبعا أنا دخلت إبراهيم فعطاني إبراهيم شرطة 4A8 أتوقع عطاني هذه الزيادة بسبب أن الاسم مختار مسبقا فخلاص الآن نضغط Continuum to Workspace وبعد كده رح يعطيك هذه الواجهة فتضغط Continue طيب كيف تسوي عرض تقديمي Powerpoint عن طريق الذكاء الاصطناعي وهو كذلك يكتب لك النص تضغط على كلمة Create اللي موجودة بالأعلى طيب وهنا رح يقول لك Create a presentation about هنا رح تدخل عن إيش البرزنتيشن يعني لنفرض التكنولوجيا فنكتب Technology تضغط Enter تصبر شوي تمام الآن لو تلاحظون رح يسوي لي إعداد لكل صفحة الآن لو تشوفون عطاني عرض تقديمي أو Presentation بشكل احترافي جدا كيف تغير من اللون الأسود عندك هنا خيار تبع الألوان تختار اللون اللي أنت تحتاجه وتقدر تختار الخط وتقدر تختار لون الخط طبعا مثل ما شفتوا هذا كله صار بثواني معدودة فقط وبشكل احترافي جدا تمام طبعا الآن تكت أنه الملف ما تقدر تحفظه تقدر تشاركه عن طريق رابط فقط من الأعلى عند كلمة Share نجرب معكم الآن ندخل على صفحة جديدة نلسق الرابط نبحث عن الرابط ورح نحصل هذا العرض التقديمي بس هذا اللي كان عندي اليوم أتمنى منكم جميعا إذا فدتكم أنكم تشتركون عندي في القناة هدفي قريبا بإني أوصل إلى 20 ألف مشترك فبدعمكم شخص ورى شخص بإذن الله رح أوصل ورح أكون شاكر لكم وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد وتدعموني باللايك دعمكم لي باللايك لنخلي خورزميات اليوتيوب بإنها ترفع الفيديو لفوق وتعم الفائدة ولا تنسون المقطع اللي قلت لكم عنه في بداية هذا الفيديو أنتظر دعمكم وإذا كنتم حابين تستفسرون مني عن حاجة أو تقترحون لي حاجة حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي عن استقرام سناب شات تويتر ووجودة تحت في صندوق الوصف حياكم الله جميع والسلام عليكم